اه انا عايزة بس اواريكي التريك بتاعة الاي شادو اللي هي بجد في صحبة واحدة انا ببقى خلصت تقريبا انا مش بتخيل الصورة اللي انت عملت بيها بصي ببروش كبيرة وتبقي مسكة البرونزر بتاعك وتبدأي تسحبه العيض ده البرونزر العادي اللي احنا بنحطها الوش ده البرونزر اللي عند كل لينت وكلنا عندنا نفس الطبق المدهور اه الطبق ده بيشتغل حاجات كتير قوي على فكرة انا كده ببقى خلصت الاي شادو بتاعي بتحددي الكريس شوية الاي كريس او بتحطي مثلا في الانر كورنر شوية لايتر او كان شوية زمان بنحدد الكريس بطريقة واضحة ايو دلوقتي لا دلوقتي كل شغلنا ازاميكا بقيت اسطيع الشغل جاي من جاي في الجنب مش بنحدد على الكريس خالص كويس قوي ده لايتر اه ده هاي لايتر طب كويس انتي جتي في وقتك عشان نييرة بتقولك العيلايتر بيتحط ازاي وياريت واحدة واحدة في ميكا بالعين طيب عشان عايزة تركز معين طب انت شفتي انا صحبت العين بالزبط بفرشة واحدة وبعد كده الليكويد هايلايترز بقت موده عشان هي تبقى مسؤول عن البيلون طب اسحابي العين كده مرة تانية ووريها بس عشان نييرة بصيها نييرة ببرونزر كبيرة شوية مش صغيرة كبيرة عشان تخلصي الموضوع بسرعة بس كده وبعد كده حطيت كريمي بلاشر وحبدأ قصدي كريمي هايلايتر وحسبته بباودر هايلايتر بسيط كريمي هايلايتر ده بيشتغل في كذا حاجة احنا حط نقه في الكوردر اللي جوه بتاع العين وهنشتغل بيك كذا حاجة تانية وحبته هنا دلوقتي بس حسبته فوق العين بباودر بباودر هايلايتر بصي شايفة البيجمنتاشن بتاعت البرانز المصرية بتبقى عاملة ازاي رهيبة رمضي كده خفيف خالص حتى اللمعة القوية طيب خلينا نقول بقى كده قاعدة للبنات وياستات اي منتج كريمي هتحطيه على الوش لازم يتسبت بنفس المنتج بس باودر اوه صح كده يعني معظم المنتجات فعلا دي حقيقة واكتر حاجة بقى بحس كل البنات بتدور عليها هو الشكل الدوي ده اللي بيبقى هنا شايفة مش احنا حطينا البلاشر هيبة بتمسي عليك بتقولك دودو الامر حلو يا هيبة عايزة تعرف ايه احسن يعني مش هنقدر نقول مركات معلش يعني سامحيني بس عايزة تقول الواكس بتاع الحواجب اوه عشان تسببتها بس ان هستخدمه دلوقتي حيلا بس مش هقول طوعا البرانز ده الواكس بتاع الحواجب بس انا مش بستخدم واكس انا بستخدم جل جل من سنة بس انا حاسة لسه البنات معلقين على الترند ده عارفة التلزيق انه الحاجب يبقى ملزق شوية على فوق هم اللي بقوا فاكينه منقوش بس هم يبقاش طبيعي خالص انا بستخدم جل جل بتاع شعره العدي ومسي زمن شوية لا جل حواجب جل حواجب بس فيه ناس بتاحت Mikey فعلا فيه ناس بتاحت وبس تخدم الجل الجل بتاع الحواجب اما بيجي كده او بيبقى زي المسكرة زي المسكرة بالظبط اه بس ده بيبقى بتاع حواجب يعنى بالمش ما يمشيش للحواجب لا بيصرح الحواجب خليوني اصدم البنات اقولهم ان الواكس كتير بيوقعي الحواجب يا بنات بيوقعها جدا جدا وبيخلي قصل شكلها مش حلو وعلى مداري اليوم بيبقى شكلها طب جهاد سألت السؤال الوجودي في الميكب ايه بقى الايلينر اه بتخاف منه وأنا بخاف منه في حد تاني يا بنات بيخاف بالايلينر يعني ليه البنت بتبقى خلصت الميكب خلاص وكله زي الفل وخلاص هننزل الايلينر نوع نمسح ونعين عشان بتبقى خلصت الميكب دايما أقوله ابدأوا بالايلينر يا سلام بوازي وعملي كل حاجة واثبوتي ومسحي وخلاص ابنقي بقى حط البيس بتاعك تم تدينا سحبة ايلينر قدك أحلى سحبة ايلينر طبعا الايلينر يا بنات بالنسبة للعنين المبطنة واللي عندها المساحة اللي فوق دي صغيرة زي حالاتي كده ما بنحطش الايلينر بطول الرموش بنحط بس الوينج اللي برا صح يا داليا وممكن يأخذت رفاية أنا أحطها على عيني كلها بس حتى المودة أني أخذت رفاية خالص عشان لو حبينا نحط لاشز أو حاجة يبقى الخط دا معيشي مع دا أهم الترك في الايلينر إن إحنا نرسم الايلينر وعنينا مفتوحة هم بيغمضوا ويشدوا طيب إحنا قدامنا دقيق تانية يا داليا أرسم فيهم الايلينر أميش أهم حاجة تبقى بصة قدامها وأرسم الخط بتاعي كده بتاع الايلينر أنا حتى برسمه بباودر كده عملنا الخط بسيب نصه الأخير من بره ومن نصه بسحب المسلس بتاعي على جوه أهم دي كده أنا عايز أقولك إن أنا حتى أنا برسمه بباودر مش برسمه بايلينر شارب بس هي نفس التركز كلها طب أنا في اللحظة دي كمان هحط نص رمش النص رمش هو الموضة مش رمش الكامل خالص بصي شكله حتى بيبقى عامل إزاي صغير كده ساعد كمان العيون لما بتبقى صغيرة شوية الرمش الكامل بيبقى يعني كبير أو يعني بيأكل منها بس بنقص من جوه ولا من بره يا داليا عشان الغلطة دي من بره من بره وبنقصش طول الرمش أبدا أنا حطيت الجلوب بنقص الرمش من بره شكرا لك يا داليا تسلم إيدك سبتنا الرمش عمل بعد مختلف خالص للعيون تسلم إيدك مكاج يجنم شكرا كل جزء خفيف وناعم وينفع طبعا صبح أو في أي مكان جامعة للبنات تسلم إيدك أعطت شكرا